اهلا بكم سنة تالتة اعدادي النهاردة انحل مع بعض اسئلة محافظة المنوفية امام خريطة لقارة استراليا اكتب ما تدل عليه الارقام التالية واحد جزيرة طبعا هبص على مؤشر الجزيرة دي تقع في جنوب استراليا وهي جزيرة تاسمانية اتنين خليج الخليج اللي فوق في استراليا اسمه عندنا خليج كار بنتاريا تلاتة المحيط طبعا المحيط اللي هنا هو المحيط اللي في جنوب وهو المحيط الهندي نهراء طبعا قال لك نهراء رياحك نهر ميري اودرلينج لو ميري اللي تحت اودرلينج هو اللي فوق بما تفسر يطلق على هضبة التبت سقف العالم طبعا لانها تعلو عن كمم الجبال الاخرى المجاورة لها بما تفسر تسمية الرغبات النفضية بهذا الاسم طبعا لانها تنفض اوراقها في فصل الشتاء تلاتة ارتفاع الكسافة السكانية على الساحل الشمالي الشرقي للولايات المتحدة الامريكية طبعا يرجع ذلك الى وجود الموارد الاقتصادية الضخمة والمدن الكبرى مثل مدينة نيو يورك اربعة ديك السهول الساحلية في غرب قارة امريكا الجنوبية طبعا اي ديكة قبلك يبقى اقتراب الجبال الانديز من الساحل الغربي او اقتراب الجبال والمرتفعات والهضاب من الساحل قارب بين الانهار في كل من قرية اوروبا وقرية امريكا الشمالية طبعا اهم الانهار في قرية امريكا الشمالية نهر نيلسن ويقع شمال شرق القرى ويصب في خليج هيتسن نهر سانت لورنس برضو شمال شرق القرى ويصب في خليج سانت لورنس اما نهر المساسيبي يقع في جنوب القرى ويصب في خليج المكسيك من ضمن الانهار اللي مجولة عندنا في قرية اوروبا طبعا عندنا نهر اسمه نهر الرين يصب بحر الشمال ونهر الدانوب يصب في البحر عندنا الاسود ونهر اسمه الفلجة يصب بحر قزوين قارب بين سقوط الامطار في الاطراف الشمالية لكل من افريكيا واسيا طبعا الاطراف الشمالية في افريكيا تسقط الامطار في فصل الشتاء اما في اسيا تسقط الامطار في فصل الصيف وده شباب الانهار اللي موجودة في اوروبا نهر الفلجة اطول انهار اوروبا ويصب بحر قزوين نهر الرين يصب بحر الشمال نهر الدانوب يصب في البحر الاسود السؤال اللي بعده اكتب كلمة صواب امام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ امام العبارة غير الصحيحة مع التصوير بحر قزوين اكبر بحر مغلق في العالم ويقع في قرية اوروبا طبعا الاجابة خطأ يقع في قرية اسيا اتنين تمتد جبال دراكنزبرج في شمال قرية افريقيا طبعا دراكنزبرج يتقع في كنوب شرق قرية افريقيا تنتمي جماعة التنجس للسلالة المغولية طبعا الاجابة هتكون صواب اربعة سهولة بنباس في الارجنتين في من المناطق ذات التركز السكاني الاجابة صواب دلل على صحة كل عبارة مما يأتي يؤدي زيارة سكان اسيا الى عدة مشكلات طبعا الاجابة هتكون المشكلات اللي فيها نقص الغزاء كلة الدخل القومي خفاض مستوى المعيشة الهجرات غير الشرعية خاصة لاوروبا دلل على صحة العبارة يتشبه خصائص مناخ الاكليم المداري مع الاكليم الموسمي طبعا يتشبه انهم اقليم حرة والصيب بتاعهم صيف حار ممطر والشتاء جاف ويتشبه في نمو حشائش السبنة اكتب ما تشير اليه كل عبارة مما يأتي احدى كرات العالم القديم ويسود معظم سطحها المظهر الهضبي طبعا دي كرة افريقيا علم دراسة السكان ويدرس نمو وتوزيع وتركيب السكان طبعا ده اسمه علم الديموغرافيا السؤال اللي بعده اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين اعلن السلطان سليم الاول الحرب على الممليك عندما استولى على امارة حمص حلب زي القادر دمشق طبعا امارة زي القادر شرع نابليون في تحصين القاهرة بعد صورة القاهرة الثانية معركة ابو كير البرية صورة القاهرة الاولى معركة ابو كير البحرية طبعا نابليون شرع في تحصين القاهرة بعد صورة القاهرة الاولى ثلاثة أصدر السلطان العثماني فرامان 1806 بنقل محمد علي إلى كولا سالونيك ولا المورة ولا دمشك طبعا بنفي محمد علي إلى ولاية سالونيك وطبعا الكلام ده فشل بناء على وقوف الزعامة الشعبية مع محمد علي مما أدى إلى توطر العلاقة ما بين السلطان العثماني ودولة إنجلترا يرجع الفضل في مضاعفة عدد الجيش المصري إلى سعيد باشا عباس الأول الخديوي توفيق الخديوي إسماعيل طبعا يرجع الفضل إلى الخديوي إسماعيل نتيجة استغلال مصطفى كامل لحارس الدنشواي تم إقالة اللورد كرومر وينجت الليمبي فريزر طبعا تم إقالة اللورد كرومر ستة تم نفي سعر زغلول ورفاقه للمرة الثانية إلى جزيرة ملطة سيشل سيلان سقلية طبعا تم نفي سعر زغلول إلى جزيرة سيشل السؤال اللي بعده ما النتائج المترتبة على ضعف الدولة العثمانية في متصف الكرن السبعتاشر الميلادي طبعا ترتب على ذلك تطبيق نظام الالتزام اتنين تصريح 28 فبراير عام 1922 طبعا ترتب على هذا التصريح أعلن السلطان فؤاد نفسه ملكا على مصر وعيدة وزارة الخارجية للعمل تشكيل وزارة عبدالخارق صروت مكونة من ثلاثين عدو لوضع دستور عام 1923 اتجاه محمد علي إلى تجنيد المصريين بدلا من السودانيين طبعا هيسترطب على ذلك أثبت المصري كفاءة في الانتظام في التدريب وإطاعة الأوامل العسكرية وكفاءة في ميادين الكتال الخارجية السؤال اللي بعده لم يؤدي تعدد الأحزاب السياسية المصرية إلى إسرائيل حياة النيابية في مصر بعد دستور 23 طبعا لأنها كانت تحقيق لأهداف الكصر والإنجليز دون النظر لمصلحة البلاد من هو؟ حاكم جنوب الشام الذي تحالف معه علي بيج الكبير في حركته الاستقلالية طبعا ظاهر العمر اتنين قاد صورة المصريين ضد الفرنسيين بكيادة كليبر طبعا عندنا عمر مكرم تلاتة جعل الخدمة العسكرية سنة واحدة وإجبارية للجميع ده الخديوي سعيد تولى وزارتها الجهادية والبحرية في وزارة بحمود سامي البرودي طبعا ده أحمد عربي رئيس الوزارة الذي كونه الذي كون اللجنة التي وضعت دستور 23 للسائلين وفوق هو عبدالخالق سروط ستة شكل الوزارة عجبة حارسة 4 فبراير عام 1942 طبعا ده هيكون مصطفى النحاس باشا السؤال اللي بعده قناة السويس أمد قومي حفرت بسواعد المصريين وتقوم بدور كبير في الاقتصاد العالمي في ضوء العبارة السابقة أجب عما يأتي ما شروط عقد الامتياز الأول اللي لازم أن يحاول سعيد لديلي سيبس طبعا الشروط بتاعته تأسيس شركة لحفر قناة السويس واستثمارها 99 سنة منذ افتتاح القناة السويس للملاحة كيف كانت قناة السويس سببا في احتلال مصر أواخر القرن التاسع عشر الميلادي طبعا حيث تواطق ديلي سيبس مع الإنجليز وسمح لهم بدخول القناة فانطلقوا نحو الإسماعيلية ثم سيطروا على القصصين ثم هزيمة أحمد غرابي في التل الكبير والتي انتهت بدخول القاهرة ليبدأ الاحتلال الإنجليزي لمصر ما تقييمك لاحتفالات الخديوي إسماعيل أثناء افتتاح قناة السويس عام 1969 أنا لا أتفك مع هذه الاحتفالات حيث أن الإنفاق ببزخ يعني بكسرة أدى إلى زيارة حدة الأزمة المالية جيم ما وجه الاختلاف بين موقف كليبر ومينو في بقاء الحملة في مصر طبعا عندنا كان كليبر من أنصار رحيل الحملة عن مصر لأن الأخطار كانت تهدد الحملة من كل الجوانب وأهم هذه الأخطار تلاقص عدد الجيش الفرنسي إرسال الدولة العثمانية حملة إلى العريش وضميات صورة المصريين ومقاومة المماليك بينما كان مينو ينوي الإقامة في مصر وتحولها إلى مستعمرة فرنسية كبرى كده انتهينا من الأسئلة ياريت تدعمونا بلايك للفيديو لو سمحتم واشتراك في القناة ليأتيكم كل ما هو جديد